حاول اللجوء إلى كوريا الشمالية إلا أنه طرد ترافيس كينغ الجندي الأمريكي الذي عبر الحدود من كوريا الجنوبية إلى الجارة الشمالية في شهر يوليو الماضي يجد نفسه اليوم غير مرغوب فيه في بيونج يانج بل ومطرودا منها جندي أثار الكثير من علامات الاستفهام منذ أن وطأت قدماه كوريا الشمالية فالأمريكيون عبروا عن اعتقادهم بأن كينغ عبر الحدود عمدا مما حرمه من الحصول على وضع أسير الحرب دوافع غير معروفة جعلت الجندي الأمريكي يلجأ لبيونج يانج إحدى ألد أعداء بلده إلا أنه في أغسطس الماضي نقلت وكالة الأنباء الكوريا الشمالية عن أن ترافيس كينغ قال خلال التحقيق إنه قرر المجيء إلى كوريا الشمالية لأنه يمقط المعاملة اللا إنسانية والتمييز العنصري في الجيش الأمريكي على حد قوله أما الآن وبعد قرار طرده من كوريا الشمالية وتسلمه من قبل الولايات المتحدة ستسعى واشنطن للتحقيق بكثافة مع الجندي لمعرفة كواليسي وخبايا مكوثه في كوريا الشمالية وكشف دوافع هروبه في يوليو الماضي